انتشرت الأيام اللي فقتت هاشتاج بعنوان حق سامة الشريف لازم يرجع تعالوا نعرف ايه قصة الهاشتاج ده ومين هي سامة سامة بنوتا سويرا في تانية سنوي في مدرسة باتيم السنوية بنات سامة كان عندها درس وبعد ما خلصته في طريقها للبيت وقفة مستنية لأوتوبيس على الرصيف فجأة وبدون اي انظار أوتوبيس تابع لشركة نقل عام جهب اعلى سرعة علشان بيسابق أوتوبيس تاني علشان ياخد الزباين منه وللأسف طلع فوق الرصيف وموت سامة والسوائي قرر يسيب الأوتوبيس ويهرب ويسيب سامة سيحى في دمه تعالوا نسمع قصة وكل تفاصيلها من والد سامة السلام عليكم انا اسمي شريف سمير والد الطالباء سامة شريف طالباء سامة شريف تانية سنوية عام كانت راجعة من درسها وقفة على محطة الوتوبيس السواء متأور متعاطي المخدرات دس على دماغي سابة وهرب كلام دوت بشهادة الناس وشهادة الركاج مش مش كلام بيتقل يعني احنا بنقوله خلاص تعرضنا لزلمة جامد جدا في التحريات الاجراط متهم هرب حتى الان يعني المتهم ما زال هرب المتهم اللي تقدم للنيابة واللي اتحكم عليه في 24 ساعة ده المشرف بنتي حقا ضع بنتي حقا ضع تحليل مخدرات يتعمل في مستشفى خاصة ما بحس رجالين ما بحس ما ما فيش التفريغ للكامرات ليه ده اقول ليه متهم يخش مكان متهم او ليه مشرف يخش مكان متهم احنا معانا الدلايل كل الحاجة اللي تثبت ان اللي موجود ده المشرف مش المتهم اللي كان سايق وبعتنا للمباحث على الواتساب فيش هي تحرك الناس ما صدقت ان هي تقدم حد ما كان حد وخلص الموضوع ايه كان زنباية ايه ان هي راجعة من الدرس عشان وقفة منتظرة على محطة واحد جايه جريبي عشان هي يلحق زبوني وزنباية بنتي كانوا متفوقين في الدراسة الحمد لله يعني انا مربيهم قويس سمعتهم قويسة ما عندناش مشاكل محد انا بطالب بحقها وتقدمت بشكوى للناب العام تقدمت بشكوى للرئاسة مجلس الوزراء تقدمت بشكوى لمعالي وزير العدل لسه محدش رد علي الحد دلوقتي في اي شكوى من دول المتهم مازال هارب لسه في مشوار طويل او يعني عشان اوصل الحقات بس انا مش اسيبهم ده ما اعتبرش قطل خطأ ده واحد متهور مستهتر وفي مسؤولين يعني الشركة مدرية عليها علشان خطر كيادة بدول رخصة او تعطي المخدرات الشركة لو نعينها ناس محترمة مش هيحصل كل دوت لما ابقى واقف تاني يوم يعني انا دفنت يوم الاربع بالليل يوم الحادسة الساعة عشر الصبح المتهم يتحول للنيابة يوم الخميس يعمل مخدرات ويرجع من تحليل مخدرات في مستشفى خاصة يرجع يتحاكم وبعد الحكم يستقنف وآآ ده اللي هو ازاي جماعة احنا عايزين نفهم ليه ليه وازاي الشركة الشركة دي ليه ليه مش خضعة للقانون زي ما احنا خضعين للقانون ليه انا عارف ان المتهم حتى لو تمسك مش هيخد اعدام ما احنا فاهمين الكلام ده بس ليه تتحسب واحد مكان واحد انا عايز حق ابنتي انا مش بطالب بحاجة صعبة انا بطالب بالعدل انا بطالب ان الناس تجيب السواء انا بطالب ان الناس تتحكم على السواء الحقيقي بطالب ان الشركة تخضع للرقابة وتخضع للتفتيش تفريق كاميرات الموقف انا بطالب ده حق ايه ده حق ابنتي انا اتهمت الناس ديت في محضر رسم المحامي بتاعي قال لي احنا مقدماناش حاجة غير ان احنا نستنى لجلسة الاستناف ونشوف الدنيا هترمش ازاي انا استعودت بنتي شهيدة عند ربينا والله هم الاعتراض لكن حقها في الدنيا انا عاوزه انا انا مبطلقش حاجة صعبة الناس كلها يعني كل الشهودة اللي موجودة في المحضر وكل الشهودة اللي موجودة المسكورين في المحضر يقول له البنت كانت واقفة على الرصيف وبالعقل يعني انت لو راجج جاي بسرعة خبطت حد انت هتطيره لكن انت البنت واقفة دست عليها ودست على دماغها عملت لك ايه الناس عملت قولك حاسب حاسب تطلعت على دماغها انا رحت شفت بنتي في المستشفى مفيش وده واضح في الفيديوهات ولما توجهت لنقطة الشرطة قالوا لي ده حادث تصادم او انتم متخيلين ان انا يعني لما اشوف منظر زي دوت لبنتي في التلاجة معلش انا هخرج ارامح دريد لانه ارامح حطي حطي نفسك انت مكاني اعتبرها شوفها بنتك او حفيتك هل انت تتقبل الوضع ده؟ احنا حقنا نجيبه ازاي؟ عملت ايه سامة ان ايها راجع من الدرس خارجة وافعة رازفت راح لدرس تاني ما اطلبش حاجة غير ان انا عايز حقها ما بطلبش حاجة غير العدل بس شكرا في النهاية عايزي نقول ربنا يرحم سامة ويصبر اهلها واكيد حق سامة هيرجع كنت انا معاكو ايا ابو الفتوح صد البلد موسيقى 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 موسيقى